إليك قصة ديتشاي ستاش بعد مضي أعوام على مجرد كونه منسق موسيقى رقص إلكترونية حان الوقت لينطلق في تحدي جديد عبارة عن مزيج من الموسيقى الغربية مع موسيقى الرعي هذا المزيج الذي لم يؤده أحد من قبل في هولندا أظن أنه من الصعب أن يعلم الناس حينها أن هذا المزيج سيصدر درجة كبيرة في عالم الموسيقى لكن بعد أداء العديد من الحفلات التي تحيي هذا المزيج الموسيقى الرائع بدأ العديد من مغني الراي التعاون مع ديتشاي ستاش وبعد انطلاق بدا من أغانيه الرائعة واكتسابها للشهر الواسع في هولندا وفلجيكا وفرنسا والمغرب والجزائر أصدر ديتشاي ستاش أغنيته زين الريفي هذا المسار الذي فتح أمامه العديد من الأبواب والفرص فقد حازت الأغنية على أكثر من خمسة ملايين مشاهدة بعدها طلب ديتشاي ستاش قيامه بتنسيق الموسيقى في هولندا وفلجيكا وألمانيا حتى أصبح يؤدي أكثر من مائة عرض كل عام يركز ديتشاي ستاش في المستقبل على أن يكسب ذلك النوع من الموسيقى درجة أكبر مما هو عليه ومراقبة قنواته وحساباته على اليوتيوب وفيسبوك وسناب شات لرؤية كافة الخطوات الجديدة الضخمة